اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من جهته اشاد رئيس مجلس ادارة بنك البحرين الوطني سعادة سيد فاروق يوسف المؤيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في ترجمة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للنهوض بالغطاعين الشبابي والرياضي بالمملكة مؤكدا ان المبادرات التي يطلقها سموه مبادرات رائدة تعكس حرص واهتمام سموه على دعم الطاقات الشبابية والتطوير المنظومة الرياضية معربا عن تشرف بنك البحرين الوطني بالمساهمة في مثل هذه المبادرات الخيرة التي تصب في مصلحة حاضر ومستقبل المجتمع البحريني مشيرا الى ان استراتيجية بنك البحرين الوطني ترتكز على رعاية ودعم المبادرات والمشاريع التنموية والتي تعزز من دور البنك في تحقيق شراكة المجتمعية خدمة لنهضة وازدهار المملكة لطالما كان بنك البحرين الوطني منذ عام 1980 داعم رئيسي في ركائز المجتمع التعليمية والصحية والانسانية والمبادرات لأصحاب دويل عزيمة وفي نفس الوقت في قطاع الشباب والرياضة اليوم مقابلة سموه شيخ خالد بن حمد آل خليفة للبنك وإثراء النقاش بشكرة وتقديرة لجميع ما يقوم في بنك البحرين الوطني من مساهمات ومن مشاريع في هذه القطاعات كان لنا وكان لها الدور والأثر الكبير في أنفسنا أن نحن نواصل على هذا الدرب لسيما أنه كان في استثمار خلال الثلاثة أو الأربعة أو الخمس سنوات التي مضت أيضا في مبادرات كثيرة لسموها مبادرات إنسانية مبادرات لأصحاب دويل عزيمة مبادرات وبرامج مثل سينجيم وغيرها ثقافية تبني رقي المجتمع وتبني هذا المجتمع وتوصل إلى رقي تام في الموضوع أضف على ذلك عملية الاستثمار في القطاع الرياضي والشباب في نفس اللحظة كل ما نقوم فيه اليوم يصب في مصلحة الوطن فكانت مقابلة جميلة جدا لما استمعنا إلى توجيهاته لما استمعنا إلى النصايح الموجودة لما استمعنا إلى المشاريع القادمة يعني حفزنا كمؤسسة وطنية مؤسسة مصرفية تعمل على الاستدامة في جميع أعمالها وفي جميع المجالات شتى المجالات أن نعطي ونواصل هذا الدعم ونعطي بشكل أكبر لكي يرتقي المجتمع لأبعد وأسمى الأخلاق الحميدة التي دائما تعودنا عليها في مملكة البحرين